هنروح لأخبارنا النهاردة وزي ما قلت لحضركم بفكركم تاني فقرتنا الحوارية في النص التاني هيكون معنا فريق الشباب للكرة الطائرة كابتن حسامة الشعراوي المدير الفني واللاعب زياد أسامة أحسن لاعب البطولة وإياد إيهاب لاعب المميز أيضا من الفريق اللي فازوا ببطولة القاهرة منذ أسبوع تقريبا الفريق ده فيه مجموعة كبيرة جدا منضمة للفريق الأول بقيدة كابتن محمد مصالح ميدو هنقرب منهم ونبركلهم طبعا أكيد على الفوز ونعرف طموحاتهم وأمالهم الفترة القادمة هنروح للأخبار هنبتدي بكرة اليد كابتن طريق محروس والفريق بيستعدوا أو بيلعبوا النهاردة مباراة هليوبلس في مدينة الشروق على صالة هليوبلس في مدينة الشروق المباراة انطلقت الساعة السادسة أول ما تقلص هنقول لحضراتكم النتيجة الفرقة كانت لعبة ده في الجولة السبعتاشر الفرقة كانت لعبة الجولة الخمستاشر والستاشر للأسبوع اللي فات فوزنا على سبورتج من نتيجة 33-32 وفوزنا أيضا على سموحة 34-22 الأهل عنده 43 نقطة وبيتصدر الترتيب لحد دلوقتي بعد ما كسب 14 ماتش وخسر مباراة واحدة أمام نادي الزمالك فرقتنا صفوفا اكتملت بشكل كبير وبدأت ملامح خطورة والفرقة تظهر يعني بدأت لما أغلب العيبة رجوة بدأت تبان خطورة الفرقة وتظهر وتباني اللي عايزة أقول لكم أن طبعا الفريق فضله مباراة واحدة مع نادي الشمس وبعد كده الدوري هيتوقف طبعا زي ما حضركم عارفين عشان المنتخب بفكر حضركم أن فريقنا ضمنت السعود اللي احنا بنلعب في مجموعة بعد كده هطلع ستة يلعبوا الدور اللي بعد كده احنا الحمد لله ضمننا السعود من الستة وفيه صراع ما بين هليوبلس والبنك الأهلي في المركز السادس كل التوفيق لفريق كورت اليد ونتمنى ان شاء الله مع بناء الفريق نستمر في حصد البطولات